العين بيمر بكثير من الأزمات الفنية مع المدرب الأرجنتيني الشهير هيرنان كريزبو في أزمات في مشاكل في نتائج متراجعة جدا جدا آه عنده قوة هجومية غاشمة بس عنده خط دفاع لين جدا سهل قوي 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 تختارج دفاع العين متصور إن المباراة دي هيبقى حسين الشحات وسام أبو علي إمام عشور نجوم هذه المباراة متصور ده بتحولات وعجمات مرتدة أشرح لك بعد شوية إن العين تستطيع أن تختاركه من أي مكان في الملع جاي من اليمين هتختاركه جاي من الشمال هتختاركه جاي من العمكة هتختاركه هتعمل كرات أرضية هتختاركه هتعمل كرات أرضية هتختاركه هتختاركه سهل دفاعيا هجوميا العكس صحيح جدا هو هيجي لك من كل حت مرعب العين في الشكل الهجومي بتاعه مرعب فتصوري ورأي الفني اللي أكيد مرس الكرة هيبقى عارف أحسن منه بكتير إنه الأهلي يلعب تحت الكرة هتقول الأهلي في استاد الكاهرة يلعب تحت الكرة يعني يتراجع شوية يعني يدافع شوية ويشتغل على التحولات الهجومية يشتغل على الهجمات المرتدة لو الأهلي عمل كده قدام العين يكسب بسهولة يعني مداربين بيفكروا فيها إزاي إنت ممكن تنزل ببريستيجك تقول إيه أنا الأهلي لأ أنا مرجع شوار بس الساعتها هيبقى فيه خطورة ما عليك وهتجبر العين إنه يدافع إحنا مش عايزين العين يدافع إحنا عايزينه يتجرأ على الأهلي عايزينه يفتح خطوطه يتقدم بخطوطه على مرمى النادي الأهلي والنادي الأهلي بكفاءة مدافعيه إن شاء الله يتصدى لهذه العجمات يعمل تحولات هجومية سريعة يكسب المباراة بهدف واثنين وممكن تلاتة كمان إن شاء الله دون مقاطعة بإذن الله تعالى وريك شوية أرقام للعين الإماراتي فأخذ خمس مباريات في الدوري عشان تعرف الوضع بتاعهم ما أساوي قد إيه العين لعب في الدوري خمس مباريات استقبل تسع أهداف بمعدل هدفين في المباراة الوحدة ما طلعش من ولا مباراة من ولا مباراة بشباك نظيفة يعني كل المباريات الخمسة استقبل أهداف يعني كده كده إن شاء الله في استاد الكاهرة العين هيخفض من الأهل أهداف ترتيب العين وهو واحد من فرق الصدارة في الدوري الإماراتي عادة الآن هو الترتيب السادس طيب في دوري أبطال أسيا الوضع ما أساوي أكتر من الدوري لعب ثلاث مباريات استقبل عشر أهداف يعني بمعدل أكتر من ثلاث أهداف بيخشوا مرمى في المباراة الوحدة بالمناسبة كان منهم خمسة من الهلال السعودي شباك نظيفة فولا مباراة يعني في التلاث مباريات ما طلعش بشباك نظيفة ترتيب الفريق الحادي عشر في مجموعات دوري أبطال أسيا طيب بص بقى هيرنان كريزبو جرأ في التصريحات بعد مباراة الهلال والتصريحات اللي تراجع عنها بعد شوية قال لك إيه هيرنان كريزبو طبعا هيرنان كريزبو طبعا جماعة كان مهاجم متوحش يعني طبعا يعني اللي فرج على هيرنان كريزبو طبعا مدرب جيد مش زي أسطورته كان مهاجم قال لك إحنا منستقبل أهداف كتير لأن طريقتنا هجومية وأسلوبنا هجومي وده ميزة بالنسبة لنا أنه بادر بشكل دائم تجاه المنافس فيه ناس بتفكر كده على فاكرة في المدين يقول لك أنا هاجم قائس قوي ويخش فيه أهداف ومش مشكلة يخش فيه أهداف أدامنا بسجل كتير بص بعد كده بقى هيرنك كريزبو بعدها بكام يوم قال لك إيه 24 أكتوبر قال لك طبعا بعد كلام كتير ومطالبات كتير برحيله عن الفريق قال لك أنا أعترف بأننا مطالبون بإحداث التوازن المطلوب ما بين القوة الهجومية وتصويب الأخطاء الدفاعية إذا استقبلنا أهدافا عديدة وبالمقابل كنا الأخطر هجوميا وأحرزنا أهداف عديدة وعلينا أن نتحسن دفاعيا بص حتى لو دي تصريحات هيرنك كريزبو بعد ما قال إنه هيلعب هجومي طول الوقت ومش مشكلة يخش فيه أهداف بقى كي أتراجع عن ده المدرب اللي عنده أسلوب غالبا بيحافظ عليه وهو حينزل مباراة الأهلي يبادر النادي الأهلي هجومية اشتركوا في القناة